في إطار زيارة وصفت بأنها لترتيب أوراق موسكو السياسية والاقتصادية وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى سوريا ضمن وفد رفيع تأتي الزيارة في وقت تشتد فيه نظر الصراع العسكري والاقتصادي بين موسكو وطهران على غلال الحرب السورية يحط وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الرحالة في مطار دمشق الدولي ضمن وفد برئاسة نائب رئيس حكومته يوري بوريسوف حاملاً حزمة رسائل في أكثر من اتجاه وللنظام كانت رسالته واضحة مفادها بأنه لولا الدعم العسكري الروسي لما تمكن من تحقيق ما وصفه بالنصر في معركته على الإرهاب وقد آن الأوان لتحويل هذا الدعم إلى مكاسب اقتصادية تعزز حصة موسكو في الكعكة السورية وسط تسريبات بشأن اتفاقيات استحواذ واستثمار روسية كبرى ستوقع خلال الزيارة وبالقدر نفسه من الوضوح ظهرت رسائل الزيارة لخصوم النظام في الخارج من خلال تعهد أعضاء الوفد بالتصدي لما وصفوه بمحاولات عزل سوريا اقتصادياً في تلميح ضمني بشأن العقوبات الأمريكية وقانون قيصر والحديث عن تحقيق تقارب في المواقف بشأن كيفية معالجة المسائل المتعلقة بالعقوبات خلال اجتماع الوفد بالأسد ولحلفاء موسكو المفترضين في سوريا وتحديداً إيران حمل كلام لفروف عن خلافات مع طهران في الملف السوري رسالة لا تقل أهمية خاصة في ظل ما تبرزه زيارات مسؤولي الطرفين من تنافس اقتصادياً على المكاسب السورية والأنباء المتقاطعة عن تواغل روسي في مناطق النفوذ الإيراني في البوكمال بمحافظة ديرزور حيث أفيد عن انتشار قوات روسية بأسلحتها في بلدة الجلاء الحدودية مع العراق فيما يعد تحدياً صريحاً لخطط إيران بالتمدد براً باتجاه المتوسط وتتزامن هذه الأنباء مع ما ذكره موقع صد الشرقية الموالي المعارضة بشأن بوادر قسام غير مسبوك داخل ميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام في ديرزور في ظل انضمام عدد من أبناء الريف الغربي للمحافظة إلى لواء القدس الممول روسياً بينما آثر بعض أبناء الريف الشرقي لالتحاق بصفوف ميليشيا فاطميون التابعة للحرس الثوري فهل ينزلق التسابق العسكري والاقتصادي الروسي الإيراني على غنائم الحرب السورية إلى مواجهة مفتوحة بين قوات البلدين؟ وهل تحرك هذه المواجهة إن وقعت الجمودة العسكرية المتحكمة منذ أشهر بخرائد السيطرة الميدانية حيث يحكم النظام قبضته على نحو ثلثي الأراضي خصوصاً في الوسط والجنوب بينما تسيطر قصد على ربع الجغرافية السورية وتتوزع رقعة نفوذ المعارضة على نحو عشرة في المئة عند حدود البلاد الشمالية والجنوبية الشرقية ينضم إلينا من ستراسبورغ يحيى العريضي عضو اللجنة الدستورية السورية ومن موسكو فلاديمير أحمدوفا المحلل السياسي وكبير الباحثين في معهد الاستشراق مرحبا بكم شكراً جزيلاً لتلبية الدعوة دكتور يحيى ما رأيك أخذ من قراءة في التحركات الأخيرة والجمود اليوم في الخريطة السورية العسكرية أيضاً منها يصب بمصلحة من ومن لديه المصلحة في ضرورة تحريكها وخلط أوراقها من جديد؟ مساء الخير أعتقد الجمود يصب في مصالح كل هؤلاء الذين تدخلون في القضية السورية بنسبة معينة أما بالنسبة للسوريين فهو ضدهم تماماً أعتقد الزيارة لها الطابع الإعلامي أكثر مما هو شيء آخر في جوهرها هي تريد كما ذكرتم بتقريركم أن ترسل رسائل بمختلف الاتجاهات في وضع ترزح سوريا في حالة فراغ أو دمار أصدقاً أقول ليس فقط اقتصادي أو عسكري بل أيضاً سياسي لحكم هذه المنظومة التي تتحكم بإحقاب البلاد والعباد ما تبقى منها لا تزال تتمترس عند حالة تجميد أو إلغاء أو نسف العملية السياسية إذا كان هناك من أي فائدة لزيارة الوقت الروسي فهي لحظ هذا النظام للتحرف باتجاه شيء من نوع معين لأن قانون قيصر على الرقاب وهو يهلك النظام بشكل كبير وفي الأيام القادمة سيكون الوقع أكبر من ذلك أعتقد أيضاً أن الروس يخشون على أنفسهم تجاه هذا الموضوع لأن طيف القانون سيطالهم بطريقة أو أخرى من هنا يأتي هذا التحريك على صعيد إعلامي وأرسل رسائل مختلفة للاتجاهات لبلد يغرأ سياسياً، اقتصادياً، عسكرياً ومن كل نواحي هل هذه الزيارة أستاذ فلاديمر برأيك تأتي من خشية روسيا على نفسها كما يطرح؟ نعم دكتور يحيى أملا نساء الخير نباتاق أن روسيا تخشى شيئاً خصوصاً أنها تصود تماماً في سوريا وكما تفضلت سابقاً يا أستاذ حول اشتباقات في دير الزور وعدم التفاهم بين روسيا وإيران هذا شيء معلوم من زمان في سوريا ولكن هذه الزيارة برأي شخصي مهمة جداً وتحمل بعض الرسائل المهمة حسب بعض المعطيات خير موثقة موثوقة حتى الآن روسيا لا تستطيع أن تكون أراضية تماماً بسلوكيات الحكومة السورية خصوصاً يعني في عدة مجالات يعني قبل كل شيء في تلبية اللجنة الدستورية والتطبيق يعني في سير الأعمال يعني ما يسمى قرارات الأمم المتحدة خصوصاً يعني وهذا ما يخشى النظام يعني الدغط الروسي في هذا المجال وثانياً روسيا كما يبدو لهذا الرأي الشخصي لا ترضى روسيا يعني خلافات حتى اللي حصلت يعني في الأوينة الأخيرة في الآية الحقمة العروية خصوصاً بين رئيس الدولة وأقربائه أقصد يعني آئلة مخلوف وخصوصاً إذا أخذنا بيعني الاعتبار أن مخلوف الأب موجود حالياً في روسيا ويقال مريض شوي ولكن يعني خلافات بين ابنه ورئيس الدولة يعني هذا لا يرضى روسيا يعني كل هذه الشغلات طيب ولكن يعني في نفس الوقت روسيا طبعاً يعني مع النظام حتى الآن يعني وصيد عريدي يعني الحق معه تماماً يعني أنا أوافق معه ولكن إذا أرادت روسيا أن تحمي النظام وتحمي مصالحها في سوريا بهذا السبب يعني لازم الجانب السوري يبدأ أكثر مرونة خصوصاً في علاقتها مع إيرانيين وخصوصاً يعني في وقت الراهن لأن حسب الرأي الشخصي تماماً يعني كل هذه التغيرات اللي حصلت أو ستحصل يعني قريباً في سوريا هذا تضائيات اللي ما حصلت يعني في بداية شهر الأب في لبنان طيب وطضائيات يعني انفجارات يعني في مينا بيروت يعني ونشاط يعني غير مظبوك طيب أستاذ أحمدو طيب أستاذ أحمدو أرجوك حتى لا نشف كثيراً طيب الوقت للأسف يعني صعب في البرنامج وهو وقت قليل يعني لهذه المقابلة كل البرنامج أوقاته مقسمة لدينا عدد ملفات إذا تكرمت حتى لا أطيل على دكتور يحيى طرح نقطة مهمة في قضية لربما الخلافات في الداخل السوري أستاذ أحمدو ما رأيك بها دكتور يحيى هل نعتقد بأن لفروف اليوم في سوريا هو لفرض على النظام ما لا يريده النظام هناك عدة نقاط معينة سيفرضها عليه وهل بالضروري يعني هذا دخول سوريا مرحلة انتقالية سياسية بعد ذلك نتحدث عن آخر ما توصلت إليه اللجنة الدستورية أتفضل دكتور يحيى أعتقد الأمر لا يحتاج إلى زيارة في هذا المستوى برئيس الوزراء ووزير خارجية ومرافقيهم المسؤولين حتى ينفذ النظام ما تريده موسكو العالم يعرف تماما بأنه لو لا موسكو لم يصمد على النظام كل هذا الوقت من جانب آخر يعني أنت أنت تقصد أن تقصد بأن هذه رسالة تأكيد فقط رسالة تأكيد لطرف آخر بأن هذا سيحصل ولم يكن بحاجة لزيارة ولكن للتأكيد للأطراف المشقكين بأن هناك مرحلة انتقالية ذهب بنفسه إلى هناك تماما ومن هنا قلت لها طفاء البروبغاندا أو العلامية أكثر من أي شيء آخر ولكن تؤكد جانب العملية الانتقالية فيها إلى حد ما لست متأكدا من توثيق هذا الموضوع لكن موسكو للأسف حتى الآن تلعب في التكتيك لا تزل مقاربتها للقضية السورية هي أجادة عملية القتل والدمار والتشريد وكل ذلك لكن حتى الآن دون أي جنة سياسي وهذا يؤخذ عليها وبوتين سيلقي كلمة في نهاية أيلول بالأمور المتحدة وسيقدم حساب للعالم بأنك قلت في أيلول 2015 بأنك ستنهي القضية بالنسبة لما سميته الإرهاب في سوريا خلال ثلاث أشهر ومرضت خمسة أعوام ولم تفعل شيئا من جانب آخر أقول لك هناك المسألة الاقتصادية ليس خفيا على روسيا على الإطلاق بأن الوضع الاقتصادي في سوريا في حالة تدهور هائل ومنه تلك الأشياء العائلية من خلال هذه الأسرة الاستبدادية بمختلف أصنافها سحبت خيرات البلد كلية وبدأت خلافات بين بعضها البعض وأخذت ذلك ذريعة كمقدمة بدفع من موسكو بحيث أنه يقدم هذا النظام للعالم السيد كوتين يقدم هذا النظام للعالم على أنه قابل للإصلاح عمليا روسيا تعرف إذا كانت صادقة مع نفسها بأن هذا النظام غير قابل للتكرار هناك ملفات إجرامية هناك ملفات انتكاب جرائم حرب هناك تدمير لبلد هناك قانون قيصر والذي حدد مسائل مقينة إذا ما طبقها النظام عمليا هو منتهي يدخل في العملية السياسية ولا زال يتلك ويخربها أن يكون هناك من قبل لجان إطلال على وضع المعتقلين ولا يستطيع أن ينفذ ذلك هناك إيصال مساعدات لمناطق محاصرة في النفط لا ننسى النفط أيضا تماما كل جملة هذه الأمور تضعها معا تعرف موسكو نفسها إنها نفسها مأزومة وبحكم أن طيف العقوبات قانون قيصر ستكون واسعة فهي تعرف تماما بأن كل من يدعم هذا النظام أكانت روسيا وسمتها بالإسم قانون سمناها بالإسم أكانت روسيا أو إيران ستطالها هذه العقوبات ومن هنا تتبأز من الإمور وروسيا تشعر نفسها بأنها حقيقة مأزومة هناك حزمة رابعة من عقوبات قانون قيصر أستاذ فلادي مريني من المفترض أنها موجود ولو ستكون قريبة هل طلبت روسيا من الولايات المتحدة التمهل في إصدار هذه الحزمة لتذهب إلى دمشق وتضع النظام أمام موقفه الصعب قضية النفط قضية عدم القدرة على استعادة مناطق كثيرة وقضية عدم موجود وعدم الانخراط في العملية السياسية يعني هو سيكون أكبر تعقيد المشهد الآن هل طلبت روسيا من الولايات المتحدة ذلك هذا لمن سؤال لا أستاذ أحمدوف تفضل أستاذ أحمدوف نعم بطبيعة الحال روسيا تسعى لإيجاد اللجان المشترق خصوصا في شان الأقوبات أو نزل الأقوبات مع الولايات المتحدة وحسب يقال بعض المصادر أن في اتصالات مستمرة بين ممثلين الروس وأمريكان حول الوضع في سوريا وحل الأزمة السورية ولكن وجهات النظر روسية وأمريكية تختلفان في بعض الأشياء وبعض تفاصيل لكن في الأول الأخيرة يبدو لي أن نحن نجد بعض التفاهم بين روسيا وولايات المتحدة بين روسيا وتركيا في بعض المجالات خصوصا في حالة الأزمة السورية وفي بعض الأشياء متعلقة في مناطق النفوذ في أراضي سورية في شرق السورية في جنوب السوري في شواط السورية أنا أسمعك لأن بطبيعة الحال تفضل عشر ثوانية أستاذ أحمد بطبيعة الحال بدون بدون نزع أقوبات حسب قانون السيزر بيكون سعب لروسيا أن تحمي رئيس سوري و لكي في عمليات تحول السلطة تبقى على سلطة الاجتماعات المنعقدة الأخيرة هل كانت اجتماعات مفيدة دكتور يحيى اجتماعات اللجنة الدستورية المفاوضات ما يجري في جنيه معي دقيقة رجاء دكتور اللجنة الدستورية في اجتماعها الثالث حقيقة كانت من حيث الشكل مختلف وكان هناك نوع من المرونة في التعامل ألو أسمعك نعم فضل أكبر أكبر على السؤال كان هناك جو مقبول من التواصل لكن المهم بالموضوع هو المسألة الجوهرية الوفود هناك من أجل كتابة دستور الجديد لسوريا ويعيد سوريا على سكة الحياة للأسف الوفد الآخر والذي يتنقل باسمه من نوع إلى آخر لا يريد أن ينخلط بالعملية بناء على التوجيهات التي أعطيت له لكن نأمل أن يكون الروس حقيقة في هذه المرة قالوا للنظام إن لم تنخلط في هذه العملية السياسية سيكون هناك شكرا جزيلا لك دكتور يحي العريضي عضو لجنة دستورية السورية من استرسبورغ وشكرا لك من موسكو وفلدين مرح مدوبا المحلل السياسي وكبير البحثين في معهد شكرا